تشريعية السابع عشر أكتوبر في تونس تدرك آخر مرحلها بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انقضاء مهلة تقديم الترشيحات مهلة تمت في وقت سابق وجرى تمديدها بثلاثة أيام سمحت للمترشحين باستكمال إدعى البيانات والوثائق المستوجبة لتسجل هيئة فريق معسكر 1317 مترشحا تقدموا إلى التشريعيات التي تمثل خطوة أخرى في الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيسي سعيد منذ الخامس وعشرين جوليا من العام الماضي هيئة الانتخابات بتونس كشفت في بيان قرار التمديد مع تعديل رزنمت الانتخابات البرلمانية والذي تضمن فتح أجال التحيين مجددا أمام الناخبين باستثناء المترشحين ومزكيهم وذلك انطلاقا من تاريخ الثامن وعشرين من أكتوبر إلى غاية العشرين من نوفمبر عملية الترشحي تمدد وسط تزايد في الإقبال على انتخابات مجلس النوب وصفها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمرحلة المفصلية تليها مرحلة الطعون والإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين والانطلاق في حملاتهم الانتخابية وضمن الإجرات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات هم على قانون الانتخابات باحتماد عملية الاقتراع على الأفراد عوض القوائم وتقليص عدد النواب بالمجلس إلى أن شرطة جمع المترشح أربعمائة تزكية احتبرته أحزابا سياسية وجمعيات ناشطة تعجيزيا ومشحفا الانتخابات النيابية تحتبر محطة بارزة في خريطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ علانه التدابير الاستثنائية وهي فرصة حسب الرئيس لتطهير المؤسسات التشريعية من الفاسدين ترجمة نانسي قنقر